وحمد حمدي وحمدي وعبدالله السعيد وغيره كتير لكن للأسف مع إمام هي مصطرة واحدة وفي حالة من الحوال الإعلامي في التعامل معاه مش شايفين إلا إمام الكابتن خلد النظور كان معاه الشاعر وستاذ عمر الشيخ وبرضو رؤية حد شوية مش في الإعلام الرياضي ربما رؤية بتبقى مختلفة شوية نشوف لما سأله على إمام وهو رجل زمال كاون لكنه كان عنده قدر من الأمانة في الرد على خلد النظور إمام عشور وهو مثال مهم جدا للعب موهوب جدا شخص تربع على حب الزمالك منذ الصغر مع والده وكان بياخده المطشاط وكده وشفناه ووصل لمرحلة أنه من كتر تعصبه وحبه للزمالك أصبح تطاول على رموز الأهلي ولسه يعني كابتال الوليس المان كان مبارح موجود يعني يمكن تعرض للضرب منه ثم وكان يبوس الشعار والزمالك هو حياته وحب حياته ثم انتقل للنادي الأهلي فأصبح يغني أغاني النادي الأهلي وأصبح يبوس شعار النادي الأهلي وأصبح أهلويا بصورة كبيرة جدا بل أصبح يحتفل ويغني مع جمهور الأهلي ده بتشوفوا إيه؟ هل ده يعني تشوك؟ يعني فيه فيه صدمة عقلية أنا بتكلم جد والله فكرة التغير الغير طبيعي ده شوف أنا هورك وجهة نظري مفهوم الاحتراف غايب عننا عشان إحنا عاطفين جدا فالجمهور من جواه مش قادر يستوعب إنها لله حصلت في مصر وفي العالم في آخر 15 سنة يعني أنا زمان كنت متأكد إن لعيب الأهلي أهلاوي أكتر من الجمهور ولعيب ذلك أهلاوي زمالكاوي أكتر من الجمهور صحيح إنما دولتي لأ تحولت تحولت طبعا أصبحت شغل وبصراحة اللاعب مش مسؤول عن الحلم اللي اتعمل حواليه مش مسؤوليته إمام في رأيي أنا أسئلة هو زمالكاوي ولا أهلاوي ده سؤال متأخر هو إماماوي وده ما يعيبهوش إماماوي آه بيشجع نفسه آه الراجل زي أي واحد ظهرت له فرصة عمل في مكان أفضل آه إنما خطأ اللي حصل في الأول هو خطأين إن تسقيف اللعيب خصوصاً لما بينتقل مش موجود ثانياً كان موقف إدارة الزمالك عظيم السلبية أنا لعيب رحشة رموز في مكان آه أنا كان إيه موقفي آه ولا حاجة تعبير من شاعر عظيم سلبياً عظيم السلبية عظيم السلبية أم أنا بقولك مش هايل عليه أقول سلبي سلبي جداً ده هو سلبي أوي يعني فقال عظيم سلبي السلبي السلبي لكن أنا بس عاجة أوجه قبل ما نقش تعليقات الرصينة هذا الشاعر الرصين عمر الشيخ الكابتن خالد واحد يتربى على حب الزمالك وبيروح مع والده طيب ما أنت كنت بتقول أنا كنت متربى على حب الأهلي وأنا بروح مع والدي صحيح لكن لعبت في الزمالك فحبيت الزمالك وبص لشعر الزمالك وخلاصنا هو الثاني عمل نفس الشيء أولاً هو مش من ناشئ نادي الزمالك هم المحلة حرص حدود جالك وبعدين راح مثلاً انت سيبته مش عايزه زي فكرة بسرامة يجي وقولك إيه التحايل في إسلام الشاطر يا عم انت واخده وانت مش عايزه خدته وقعرته بعدين بشهرين لاتحاد جد الرجل فعل شرط جزائي انت كنت حطه انت مش عايزه لكن يروح للقال يتقلق بقى كباري ها كبار هتلاح يقولك إيه إيه كبري الجد هو اللعيب اللي 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 يعمل بمعنى الاجتماع الخلع يعني هو ده كبري يعمل كبري ليه يا عم اللي مش حاب أنا شعار أنا مبدأ اللي مش حاببني مش عايزه مكسبي النتيجة انه يمشي بس ايه بينه بينك الحقوق يلا تعالي نجيبها تستفيد انتوا تستفيد أنا ولا في مشاكل ايه ما فيش لعيب ما تعوضش العظماء على مستوى العالم بيتعوضوا وانا ساب قلتلك ريال مدريد ساب اه اه او او كريسانو ساب ريال مدريد سابوا بعض فتقلق بنزيم واخد البالندور اه واخد بطولات واخد واخد ورح تاني عمل تاريخ وهو هل الفكرة عمقاري ها اللعيب العظيم ها هو اللي فيد فرقته ايه ده اللعيب العظيم اللعيب من حقه زيما الساد عمر الشيخ قال حاجة مهمة جدا هو اي لعيب حيبقى دلوقتي زمان اه كان اللعيب بتصنف لاني ما كانش فيه مواسم استغناء هيروح فين فبيحب المكان فيش احتراف هوية رغم ان لو انت كان كان مواسم الاستقالات مسا كل 3-4 عسني كنت حتشهد حالات انتقالات مؤكد زيما كان بيحصل صحيح فمسألة ان هو بيحب مين اكتر خلاص هو دلوقتي موجود بيحب المكان وفخور به وسعيد بما عققه كلامه صحيح من بطولات هو اي واحد هي عايزة يا سيد صفرين فيه سبت شغل اللي انا بموت فيه هو حتى ورحت في منطقة تانية لقيتني عمالة ترق واكسب فلوس السيد عمر الشيخ قال له ايه قال له هو جات له فرصة في مكان افضل والناس مش عايزة تعترف بدا حتى امام مبارح لما كابتن شغير بيقول له قال له مفيش لعب في مصر يرفض النادي الان هو لو كان عارف لو كان حتى حتى جدل يعني ودي برضو ممكن تبقى في لحظة تحصل هو لم يخير بين القلب زمالك وراح زمالك لالقلب ما كانش معني ده انا احترمته في دي خالص بجد يعني و هو لما كان بيميس ولا بيغير الحياة كل كلام و كان فيه صدق صدق قال لك انا عشان خرجت من الزمالك هعايز ارجع للزمالك و ده اللي عملو لما اساءل الاهل و اساءل و الورموز و اساءل و الولي السليمان كان صديقا في اعتذاره و ما كانش عارف نحي يجي لاني صحيح هنا قيمة الاعتذار انت مش بتعتذر زل بيتوب يعني على فراش الموت تبت إليك يا رب يا عم انت بقى لك لكن لو تبت و انت بكامل صحتك تقبل التوبة الصدق هو ان تفعل الشيء في المرحلة اللي انت مش مضطر إليها يا سيد زبراييف ده الصدق و تاني و تالي و رابع ارجعوا لكلامه كابت القطيب قال لي كذا هيا دي دي مدرس الاهل اللي بتنعكس ينجي بين على اللاعب و مواصف حتى التوبة هل شققت قلبه يعني هو كل واحد ربنا هرب قلوبه و ادرب كل واحد بتكلم بس ربنا حط شروط للتوب قال لا تعود الى الفعل و انت كون صدقا بالتوبة النصوح طيب خلد الغندور سأل لأستاذ عمر الشيخ برضو استخداما لإمام عشور و كأنه عودة إمام عشور من الاحتراف دليل فشل ضده و حاب يقارن بينه و بين صلاح نشوف احنا ليه صلاح لما بيقلع في لقطة أو حاجة الناس بتنباهر لانه عايش حياة طبعا ربنا هيسعده بس عايش حياة فيها قسوة على نفسه عشان يحافظ على نجوميته إمام عشور راح أول ماتش جاب جنف سبورت انجليش بونا كسر الدنيا خلاص بقى العالم بتده هيتكلم عنه خلاص بقى حتى أول رجل لطريق العالمية ما بيعرفش يتكلم ما بيعرفش يتكلم انجليزي ما عرفش يتكلم فوسائي ما عرفش يتكلم أي لغة مش عارف يتواصل مع الناس مش عارف يتواصل مع المدرب لأ مش نجم في الحتة دي محدش بيسلم عليه هو ماشي ما عرفش إيه راح رجع مصر وانا عزره وقال ان هم اتعور وانا عزره وقال وبعت لهم قال لهم اقسم بالله ما انا رجع تاني بص يا كابتن خالب يبقى التعليم مهم آه طبعا تعليم مهم اللي حصل مع امام برا ده يعذر فيه ولي كانت حدات الكرة اللي عندنا عملت إيه بالكابتن ميدو والكابتن هانا رمزي عملت إيه بيوم والله يعني استفاد بيوم في إيه ولا حاجة يعني إيه اللي عملو يعني إيه اللي راح بيروح بيطلعوح بيطلعوح لهم مش فيه حقف وزارة الصحة اسمها القوافل طبية ما بيروحوش للناشئين آه ما يابوش ليه مشرفين على المنتخبات الناشئين مش بيمسك جهاز لناشئين في كارسة تسنين دي كارسة هو الموضوع مسألة احتراف مش إمام عشور أي لعب احنا بنحاكم اللعيب على قرارات فيما تخص مستقبلها واختياراتها لعيب سافر مرتاحش في الغربة ما حدس ليه مليون سبب مش درمو عند فنط الأسباب لأنها لاتوا دينو مش عايزة كمل مشروع الغربة بتاعي والاحتراف بتاعي أنا في مصري متدفق أكتر طب أنا أقول لك حاجة الكابتن عمر زاكي كابتن عمر ويجن ويجن كانوا أخدوه وحطت شرط إنه لو جاب عشر تجوان إزا مالك ياخد خمسمائة ألف جنيس ترليني تخيل إن الكابتن عمر زاكي جاب تسعة تجوان في الدور الأولاني وقعد هنا مرضوش تروح أجيب العاشر رجع مرجعش يعني مفيش نجاح أحسن من كده منهم تجوان مبهرة أنا شفت له جون على الطاير مبهرة صحيح يا جماعة والنبي متضعوش وقتك وقتك بطه هي عاجل نسبة إيه في الأخ أيوة لو محاولة استخدام عودة إمام عشور دليل فشل فأتمنى كابتن خالد الغندور يقول لي طب وحازم إمام الموهوب الكبير نرجع ليه من أودنيز الإيطالي ليه ما كملش مسيرته الاحترافية بموهبته شي كبالا ليه ما كملش لا في اليونان ولا في البرتغال مش بس عمر زاكي ده انت لو جبت كتير جدا من لعبته الكورة مش حبيه خالد الغندور لما راح كازم الكويت هو راح ورجع وهكذا فاستخدام هو ده جزء من التربص بإمام استخدام التجربة القصيرة لإمام مع متلند على أنها دليل فشل لا هو الراجل ما يتأقلمش لأسبابه والأخرى بنا نتمنى أنه كله يتأقلم برا وكله فعلا النماذج دي تنجح لكن هو زي ما الأستاذ عمر الشيخ قال له هو جات له تجربة في مكان أفضل هو ده اللي خالد مش عايز يصدقه إمام جات له فرصة في مكان أفضل يعني هو حد وإمام قال لك محدش في مصر يقول للنادي الأهلي لا كل ده كوم يا جماعة